27 مريضا وجريحا فلسطينيا مع مرافقهم استقبلهم مستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب ببغداد فور وصولهم قدمت لهم الخدمات الطبية وتم توفير حاجة المرضى والمصابين من الأدوية والمستلزمات الطبية فضلا عن توفير الهواتف النقالة والأنترنت ليتسنى لهم التواصل مع أهالهم في غزة والاطمئنان على وضعهم الصحي ومراحل علاجهم هذه الوجبة هي الوجبة الأولى للنقل ليتم تنظيم أمور العلاجية لهم هنا في بغداد أعطي مواعيد لإجراء العمليات الجراحية الاستكمالية التي لم تستكمل هناك لأنه مثل ما تعرف جنبك قسم من العمليات أجريت في غزة وقسم منها في مصر وهنا ستستكمل المراحل التي يحتاجها كل مريض حاليا المرضى تجرى لهم الفحوصات والتحاليل الطبية وفحوصات الأشعال سونار فحص الرني المغناطيسي مفرس الحلزوني وغيرها من التفاصيل الطبية التشخيصية والعلاجية والتوجيه عندنا من رئاسة مجلس الوزارة بالاستمرار بمتابعة حالاتهم لحين تماثلهم للشفاة التامة الجرحة الفلسطينيون والمرضى الذين حضوا بمختلف الخدمات أشادوا بجهود الحكومة العراقية والعناية الطبية التي تقدم لهم في مؤسسات وزارة الصحة خاصة في جوانب الرعاية والعلاج والأجهزة الطبية المتوفرة الأمور 100% والله تعجلنا بين أهلنا هنا وألف شكر ألف شكر للأهلنا في العراق هنا والله من حد ما خشيت العراق تعجلني كواحد من العراق وعملونا معاملة خاصة صراحة ممتاز جدا العلاج ممتاز جدا والاستشاريين والدكاتر الممتازين جدا ووزير الصحة بشكر الحكومة وبشكر رئيس العراق ومع تنوع حالات الإصابات والأمراض المؤسسات الصحية وفرت جميع الخدمات الطبية للفلسطينيين وعلى أهل المستويات تماشيا مع الاهتمام الحكومي لهذه الحالات من مستشفى دار التمريض الخاص في بغداد عباس نعم العراقي الإخبارية